السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس مصطفى عادل المهندس ميكانيكا هنتكلم المهاردة مع بعض عن اول حلقات كورس البلومنج المقدم من شركة MSG هاخدك معي وفاهمك المحتوى بتاعنا في نقاط سريعة كده هنتكلم عن نظام التغذية سواء بالمياه الباردة او المياه السخنة للمبنى بتاعنا واكلمك ازاي تصرف الاجهزة الصحية لداخل المبنى ولو انت عندك اه صرف خارجي او في برضو عرفك ازاي اه الاكواد بتاعتك تقدر تطلع منها المعلومات او تطلع منها البيانات ونعمل نظام صرف صحي سليم اه تالت نقطة معنا هنتكلم عن صرف المطر وده عنصر مهم جدا في الدبلوما اللي بنقدمها لان زي ما انت عارف اه في بعض المشاكل اللي بتواجه مصر نتيجة عدم التخطيط الجاية للبنية التحتية في الشوارق او في الطرق او على حتى الكباري تلاقي مثلا لو انت رحت اسكندرية اه لو في منطقة مثلا في اسكندرية مش متصم فيها صرف مطر تلاقيها اثناء الشتاء في وقت بمعين المدينة اتملت مية والعربيات الدفاع المدني او عربيات البلدية جاية تنضح المياه وتزيل المياه ديت مش عارفة شلعة نتيجة عدم التخطيط الجاية لصرف المطر فصرف المطر نقطة مهمة جدا معنا في الكورس لازم تكون عارفة رابع نقطة معنا وهو صرف التكييف برضه اعرفك ايه هو صرف التكييف والمكان اللي شغال سواء بترمبا او سواء اه اللي انت شغال بالجرافتي او فعلي الجاذبية الارضية مش مش هطول عليك وهاخدك معي وفاهمك ان الحمامات اه في قادم الازل كانت مبنية على اللي هي عبارة عن صحريك زي الصورة اللي قدامنا نيت وكان الانسان بيقضي حاجته وبالتالي بتتكوم تحت في اه زي اه غرفة كده وفي عامل بيجي بكل فترة او عمالي يشيلوا الفضلات ويرموها مثلا في الصحراء ويرموها في مكان نائي بحيث ان الريحة ايه ما تتكلمش سواء لو انت لوحت قلعة كاي تباي مثلا او رحت قلعة محمد علي كانوا بيعتمد على ايه نظام الصرف الصحي ده الموضوع تطور معنا وبدأ الاعداء اللي احنا شايفينها جهة الاعداء اللي موجودة في بيوتنا عبارة عن سلطانية كده من الفخار وتانك سلطانية تتحضرك بترتبطها بمصار صرف صحي والتانك ده بيتمالى مية عشان ايه انضف الاماكن بتاعت الفضلات وكده اه المبنى بتاعنا بيتكون من بعض الاجهزة الصحية ممكن تلاقي فيه حمام فيه اعداء فيه مبولة اه حمام تاني تلاقي فيه اعداء بس تلاقي فيه شاور ممكن تلاقي في بانيو فمش كل الحمامات او كل الاجهزة الصحية بتلاقيها موجودة مع بعض في نفس المكان لازم حضرتك تعرف المسمى بتاع كل جهاز الصحي والاختصار بتاعه على اللوحة عشان تقدر بعد كده لو انا قلتلك الجهاز الصحي ده ادخل الكود وهات منه معدل الصرف بتاعه قد كذا او القطر الاجترابة بتاعتها ده جهازة تعرف المسمى اول جهاز معنا وهو الاعداء العادية او الحمام العادي اسمه ووتر كلوزيت وهو ده بيكون اختصاره دابيو دوت سي اللي هي كلمة دابيو سي اللي بتلاقي في المطاعد دي اختصارها الووتر كلوزيت طيب الووتر كلوزيت ده بينقسم الى نوعين اساسيين نوع زي اللي حضرتك شايفه وده الصرف بتاعه بيكون حاجة اسمها اس يعني هو عبارة عن سلطانهم الفخار المية اما بتجت الصرف التان كده اما بيفضل المية تلاقي المية نزلت وخارت مصار حرف اس فبالتالي مخرج الصرف بتاعه بيكون من تحت طيب في قعدة تانية ده برضو قعدة صرفها بيكون على شكل حرف اس وده برضو نفس القصة في قعدة تانية شبك للصورة اللي قدامنا ديت بيكون مخرج الصرف بتاعها من الجنب وديت اسمه بي تراب فبالتالي عندنا نوعين من الاواعد نوع اسمه اس تراب ونوع اسمه بي تراب اللي هو الشكل اللي قدامنا ده طيب ايه هي كلمة تراب لو حضرتك خدت بالك من الصورة ده كل ما تضحها اكتر هتلاقي ان المية في جزء من المية بيكون موجود في الاعداء باستمرار اول ما انت بتشتري الاعداء وتوصلها بمصدر التغذية الاعداء بتقدر تتملى لحد ما تملى السفون ده او الاترابة دي كلمة ترابة يعني صائد للرائحة يعني حاجز من المية بيكون موجود في الاعداء باستمرار اللي هو شوية المية اللي انت شايفه من دول بيتملى التجويف ده بحيس لو في ريحة ارتدت من الصرف الرئيسة او من غرف التفتيش او الملاهيل اللي في الشارع ما تتردش عندك جوه المبنى وبالتالي تشوف او تلاقي الريحة بتاعة الحمام رائحة كريهة فبالتالي الترابة عامل مهم جدا في الحمام او في الاواعد الصحية او في الاجهزة الصحية كلمة الترابة صائد للرائحة بيكون شكلها او الشكل المبسط ليها في الاحواض مسلا اعتفامها بصورة اكبر بشكل حرف يو بالطريقة دي بتعتمد على مبدأ العمل بتاعها على مبدأ الاوان المستتركة انت لو حطيت مية والضغط هنا ضغط جوه في كلا الاحوال فانت تلاقي المية مستوها ثابت فبالتالي بتسيب حاجز مائي بارتفاع معين الحاجز ده لو في ريحة جيالك من هنا ده ده صرف الحوت هو اللي المية بتنزل منه وبعد كده تملى الترابة دي وبعد كده تصرف على الصرف الرئيس لو في حاجة من الصرف الرئيس ارتدت او اي رائحة كريهة لتيجي تفاعل البكتيريا مثلا او اللي في احماض عندك في الصرف او في تفاعل كيميائي حصل ورقيتك عنه رقاحة وحشة فتقوم ريحة ايه؟ الترابة دي منعه وبعد كلمة معنى كلمة بيت راب و اس تراب طيب امتى استخدم البيت راب و امتى استخدم الاعداء الاس تراب يقولك ان البيت راب بيفضل استخدامها في الحمامات لو انت مش عندك اكسز او عندك سماحية اللي انت تمشي بمواسير الصرف في الدور اللي تحت منك يعني لو انت عندك بيت مكون من ثلاثة اربعة ادوار فانت البيت ده بتاعك ملكك فانت في الحالة دية ممكن لو ركبت اس تراب الصرف بتاعك تفحط في السقف بتاع الدور اللي تحت منك وتمشي مواسير ايه؟ الصرف في الدور ده طيب لو انت عندك الحمام ملكش اكسز اللي انت تفحط في الدور اللي تحت منك ولازم تمشي في الظهر على طول او في ظهر المانور فانت لازم تركب ايه؟ البيت راب طيب الاواعد اللي موجودة حاليا كل الاستخدام بتاعنا بيكون من النوع البيت راب اه ما عدا الاضوار السخلية زي الدور الارض او الدور البدروم اللي هو بيكون منه الارض ربنا ده انا بستخدم منه الاس تراب طيب في نوع تاني من الحمامات او الوتر كروز بتصنف برضو يبقى كده بتصنف على حسب الصرف بتاع بيت راب او اس تراب برضو بتصنف على حاجة على حسب التانك بتاع المية او تانك التغذية اللي برمي المية في قلب ايه الاعدا نفسه لو انت عندك الشكل التانك ده او شكل السفون اللي هو بيقول له عليه السفون بعوامة وكده ده اسمه فلاش تانك الاعدا دي هتسمها فلاش تانك طيب في نوع تاني بيكون بخزان دفن داخلي شكل الصورة دي ده عبارة عن خزان دفن بيتحط جوه الحيطة بيتأسس له في بداية اعمال السباكة قبل ما تركب الصرابيك بيكون منه آآ نقطة الصرف ديت كوتر المصورة بيكون اربعة بوصة وتترامع على الصرف الرئيسي وهنا بيكون التانك اللي بيتمالى مية بوصل له نقطة تغذية من فوق هنا وفي عندك الوش الوش ده بيكون في ضغطتان زرار الضغطة كبيرة ديت لو انت عاوز مسلا تمشي الفضلات التقيلة شوية فبتتكي على الضغطة كبيرة فبينزل لك كمية مية اكبر لو انت عندك شوية مثلا فضلات صغيرة فبتتكي على الضرار الصغير فبينزل لك ايه شوية مية صغيرية ده اسمه خزان الدفن بيركب امتى خزان الدفن بيركب مع الاعدة الفلاش فالف يعني ايه الفلاش فالف برضو يعني باعدة بتستخدم خزان الخزان ده بيرمي مية بكمية كبيرة اكتر من الفلاش تانك فالفلاش تانك كمية المال المستخدمة فيه بتكون الايلة شوية امتى باستخدم الفلاش تانك والفلاش بولف بقول لك على حسب بمعنى لو انا عند حمام في بيتي فالحمام ده لو انا مسلا عايز اوفر في كمية المية وعايز اوفر في التكلفة فبجيب فلاش تانك زي ابو خزان العادي خالص ابو تانك عادي طيب لو انا عاوز ازور التكلفة وعايز رفاهية او شكل جمالي اكتر فبجيب ايه الخزان المعلق ده او خزان الدفن ده الخزان الدفن الاعدة بتاعته بتكون اعدة معلقة شكل الصورة دي شايف حضرتك دية الاعدة المعلقة بتكون مرتفعة عن مستوى سطح الارضية بنسبة من سبعة التمانية سنتر مسافة دي وبيكون خزان الدفن جوه الحيطة او السراميك محدود حواليه ومش باين منه غير زر الضغط اللي بينزل منه المعدة بتلاقيه بصورة كبيرة جدا في المولاد طيب زي ما اقولت لك الفلاش تانك اللي هو ده بيستخدم في الابليكيشنز اللي ما بتكونش عايز تصرف عليها كتير او تركب فيها او توفر فيها كمية المية تركب الفلاش فالف او الخزان او الاعدة بخزان مدفون في حالة لو انت التكريف عندك مش مهمة او عايز ايه كمية المية او الاستهلاك بصورة كبيرة على الحمام فانت عاوز كلما الزجون يدخل يلاقي مية في الايه في السفون ده زي مثلا المولاد او السينمات وكده طيب نوع تاني من انواع الاجهزة الصحية وهو اليورينال اليورينال المقصود بها المبولة المبولة ديت بيستخدمها الرجال فمثلا حمام الرجالي وانت بتصممه اكيد لازم تحط في اعتبارك ممكن تحط مبولة او لا لما حمام السيادات طبعا مش هتحط في مبولة طيب المبولة بيكون منها نوعين نوع صغير ونوع كبير يعني حجم صغير وحجم كبير طيب اه نقطة الصرف بتاعتها النقطة الصفلية دي بيكون مستوى الصرف بتاعها من خمسين سنتي لخمسة وخمسين من الفينيش فلور ليبر او من مستوى تشطيب الارضية مستوى تشطيب الارضية ده شباب المستوى اللي انت بالسيراميج بيبدأ منه خلي بالك لو انت داخل مبنى لسه مات اسس فيه سباكة ولا محرر اي حاجة فانت بتلاقي الارضية تحت خرصانة واللي فوق خرصانة انت بتحط على طبقه من الرمل وعلي كده طبقه من الاسمنت وعلي كده طبقه من السراميج فانت بتوصل لليفل ايه الفينيش فلور ليفل اللي هو ليفل السراميج عشان بس ايه مستوى مهمة جدا طيب اما الراجل السباك بيجي اسس مناسيب الصرف سواء للمبولة او سواء للاعدة لازم بيدخل لمهندس المدني ويطلب منه حاجة اسمه الشرب الشرب ده او مستوى التشتيت بتاعه بيكون علامة مسلسة كده او علامة مسلس على الجدران المسافة ما بين الشرب او المسلس ده للارضية بتاعت الفينيش فلور بتكون متر فالسباك مثلا عاوز ياسس المبولة دي على خمسين سنتي او خمسة وخمسين من الفينيش فلور ليفل فبيقس من الشرب خمسين سنتي حلو لو مثلا عايز ياسس المبولة او قعدة مثلا على مستوى عشرة سنتي من الفينيش فلور ليفل فبيقوم رايح اسم من الشرب كام تسعين سنتي وصل لك يعني الشرب ده بيكون هو اعلى من الفينيش فلور ليفل بمتر فبما السباك بيجي اس بي اس لتحت او باس اي لفوق تمام في نقطة برضو نسيت اكلمك عليها هو المناسيب تأسيس السباكة بتاعت صرف الاواعد الاعداء جماعة اللي هي سواء البيتراب بتتأسس نقطة الصرف بتاعتها او السنتر اللي بتفحر فيه المصورة اللي هي دي السنتر ده الاعداء اللي بتكون مسبتة على الارضية فالمسافة اللي السباك بيأسس فلان فتحة اللي يطلع بعد كده على الريزر الرئيسي او الستاكر الرئيسي مسافة دي بيكون من تمانية لاثناشر سنتر يعني بيطلع هنا مسافة تمانية لاثناشر سنتر يبدأ يحط السنتر او الاكسي بتاعه ويبدأ ايه يفتح الفتحة اللي اربعة بوصة اللي هي كتر مخرج الاعداء في جهة الصح معنا تالت وهو اسمه الحوت او اللافاتوري مختصره على اللوحة بيكون L.V او L.AV الحوت يا جماعة اللي بيركب عندنا في البيت معظمه بيكون الشكل اللي انت حداك شايفه ده بيكون جزء منفصلين جزء علو جزء سفل الجزء العلو ده آآ بيسمى السلطانية الرئيسية الجزء اللي تحت ده بيسمى العمود طيب فيه انواع تانية من الاحواض بيكون شكل دكوري اكتر اسمه الحوت الصائد رخامة حوت الصائد رخامة هو عبارة عن السلطانية الرئيسية بس بس ما بيكونش لها ايه العمود ده طيب مستوى تأسيس الصرف بتاع الحوت ده وده بيكون كام سنتي برضو من خمسين لخمسة وخمسين سنتي وعندك فوق هنا في حاجة اسمها الخلاط التغذية بتاع الحوت خلاط التغذية ده بيتوصل بالحوت عن طريق حاجة اسمها محبس زاوية ايه هو محبس الزاوية؟ محبس الزاوية زي الصورة اللي قدام حضرتك هو عبارة عن جزء بيكون متوصل بمصورة التغذية وجزء تاني بيكون عمودة عليه بيخرج المياه كتره بيكون ثلاثة اثمان بوصر كتر ده بيكون ثلاثة اربع وكتر ده بيكون ثلاثة اثمان او ثلاثة اربع بتجيب حضرتك حاجة اسمها وصلة مرنة محبس الزاوية كما نقول مثل الصورة قال لك طالما الصرف خمسين خمسة وخمسين فالتغذية بيكون على مصرف بنسبة من خمسة لعشرة صنط فانت هتلاقي مستوى تأسيس محبسين الزاوية في حتة الحوت بيكون من ستين لخمسة وستين صنط طيب انا ليه بركب للحوت ده خلطين او محبسين زاوية محبسين الزاوية الشباب بيكون واحد للبارد واحد للسخن ليه لان انت طبعا اي بيت بيركب لازم تركب فيه سخان ده في التصميم الطبيعي لازم تحتاج مية سخنة مية سخنة لازم بتغذي السخان بمية جاية من بره او من البلدية دمنى الخزان وبعد كده الخزان بياخد الدورة بتاعته في التسخين بعد كده ايه نزل لك المية الدافية طيب المية البردة في الكده عندنا بتكون ناحية ايدك اليمين والمية السخنة بتكون ناحية ايدك الشمال يعني الجزئية ده هتلاقي فيها مية بردة والجزئ التاني هيكون فيها مية سخنة طيب في نوع رابع معانا اسمه الكيتشن سينك او خلاط حوض المطبخ خلاط حوض المطبخ بيعتمد تصنيفه على حسب الخلاط بتاعه فيه حاجة اسمها خلاط شجرة الخلاط الشجرة ده ان الحوض نفسه بيسكب في الرخامة وانت بتثبت او بتفحط في الرخامة فاتحة بتركب فيها ايه؟ الخلاط وبتثبته وفيه خلاط تاني بركب على نفس الحوض بس الخلاط ده بيكون من النوع الحائطي او بيركب على الحيطة مستوى الصرف او تأسيس الصرف بتاع خلاط الحوض مستوى تأسيس الصرف بتاع حوض المطبخ بيكون من خمسين لخمسة وخمسين سنطر ومستوى التغذية بتاع خلاط حوض المطبخ لو هو خلاط شجرة فبيكون التأسيس بتاعه من ستين لخمسة وستين سنطر وبرده بركب له محبسين زاوية تحت الحوض محبس بيطلع بلاي البارد بيكون على ايدك اليمين ومحبس بلاي على ايدك الشمال للسخرة لو الخلاط ده بقى اصبح من النوع الحائطي فالمستوى بتاع تأسيس السباكة من الفينش فلور ليفل هي على شوية او من مستوى سطح الرخامة 10 سنتي لفوق يعني ممكن تقس من السطح الرخامة دايريكت او ممكن تقس من مستوى السيراميك طيب في نوع برضو خامس معانا وهو اسمه البيدي البيدي دا جماعة جهاز صح للسيدات بيستخدموه اه للنظافة الشخصية وطبعا دا بيكون الاستخدام بتاعه السيدة بتقود وشها للحيطة مش ايه ازاي الاعداء بيكون ضهرة كنتة للحيطة والصرف بتاعه يعتبر من الصرف التقيل ايه هو الصرف التقيل وايه هو الصرف الخفيف في نوعين من الصرف عندها لو حضرتك فتحت لوحة الكات ديت فانت هتلاقي الا انا عندك هنا واحد اتنين تلاتة اربع مباول الاربع مباول دول مربطين على خط الواحدهم وماشيين هنا على رايزر او على ستاك في الجزئية دي طيب دا اسمه خط تقيل المباول بتتربط على خط التقيل عندك مثلا الاواعد دي واحد اتنين تلاتة مربطين برضو على نفس الرايزر بتاع المبول دا اسمه برضو خط تقيل لو انت حضرتك شفت دا اسمها بيبة او البلاعة اللي تكونها في جنب الحمال البلاعة ديت بيكون صرفها من النوع الخفيف هي واللحوات دي بقى انت تسجل عندك ان صرف اللحوات وصرف البيب او البلاعات بيكون من الصرف الخفيف لان انا ما برميش فيهم فضلات ذاتها رائحة كريهة انا برمي مثلا شوائط مية باخسل وشي بشوائط مية وبامسح الارضية بتاعت الحمام فبتنزل على البلاعة لما البلاعة ديت معرضة اللي هي بعد فترة ممكن تكون غاز المشادر او لامونيا فتلاقي الرائحة باعتمفازة في الجزئية دي فما ينفعش اللي انا اربطها على خط الخفيف فممكن ترد رائحة على الحمام من البيبة لان البيبة ديت بتكون مصدر ضعفة في الحمام بتكون معرضة للسرد بطرقة كبيرة جدا وبتطلع رائحة بسرورة دورية لازم كل فترة تسلكها لو السردت طيب البداية نفس القصة بيكون شبه المبولة كده الفضلات بتاعته تترامع على الصرف التقيل او على خط التقيل ديت الترابة اتكلمنا عنها ديت شكل توضيحي لتجميع صرف حوض المطبخ في حالة لهو حالتين ساعات لو دخلت مطعم ممكن تلاقي جزء للتصبين بتاع الصواني او الحلل وكده وجزء تاني للتفشيف فتلاقيه عامل لك ايه زي سفون مجمع وعمل لك اترابة ايه بالشكل اللي حضرتك شايف حرف اليو ده طيب فيه كومبولة انت برضو سينا نتكلم عنه اللي هي البيبة او البلاعة او بالاختصار العلمي بتاعها بالكود الفلور ديرين او اختصار على اللوحة الاف دي او بيبة صرف الارضية البيبة ده شباب يفضل اللي هي تركب في الجزء اللي بناسس فيه مصدر التغذية بتاع الاواعد الاواعد بتاعتنا سواء بيت راب او اس تراب بيكون لها نقطتين تغذية او محبسين زاوية محبس الاول ايام زمان كان بنستخدمه في حالة الشطاف الداخلي بتاع الاعداء والمحبس التاني كان بيملى التانك دلوقتي الاواعد المنتشرة او الحديثة كلها بتكون زيتة شطاف داخلي يعني اللي انا بركب محبس زاوية واحد بلاي بيدخل على الاعداء بيملى التانك ده وبايه ممكن استخدمه اللي انا اعمل ايه الشطاف بتاعه بيكون في دراعة تاني هنا ايه للشطاف ما باستخدمش محبس الزاوية كشطاف لأ قعدة نفسها ونفع الشطاف بتاعها فاذا بتحتاج مصدر تغذية واحد بيغز الجزئين ديت الاواعدة الحديثة لما انا في بعض الاوقات بقى افضل اللي انا اه ااسس محبسين زاوية جنب الاعداء ناحية ايه ده كلمين ليه عشان لو انا عايز اركب سفون خارجي زي الشيء